أنشطة الصين لا تتوقف حول تايوان 21 طائرة وخمس سفن صينية رصدتها وزارة الدفاع التايوانية تعمل حول الجزيرة فيما لم تعبر أي طائرة صينية خط الوسط لمديق تايوان وهو خط فاصل غير رسميا بين الجانبين تطور هو الأحدث في سلسلة الإجراءات الصينية التي تقول تايوان إن بيكين تنفذها بشكل متصاعد منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي البثيرة للجدل لتايوان والتي أشعلت التوتر في المنطقة فيما ردت بيكين على تلك الزيارة بتنفيذ مناورات عسكرية غير مسبوقة استهدفت إظهار قدرتها على تطويق الجزيرة وقطع مديق تايوان واشنطن لم تقف عند زيارة بيلوسي في خلال الأسبوع الأخيرة زار عدد من النواب الأمريكيين تايبي وأخرهم كانت النائبة في مجلس الشيوخ مارشا بلاكبرن التي هاجمت بيكين خلال الزيارة وأمام تلك الزيارة تصر الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها مؤكدة في كل المناسبات أن الجزيرة ستعود إلى سيادتها عاجلا أم آجلا ترجمة نانسي قنقر